موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد رديمشن توزن لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن جميع نهايات افراد عصابة دوتش او افراد العصابة حقنا فرح نشوف جميع نهاياتهم وهل هي نهايات سعيدة ام حزينة او هل نهايتهم بالموت او النجاح فيلا نخش في المقطع تيلي جاكسن نقدر نوصفها ببعض الكلمات البسيطة تيلي جاكسن شخصية مثالية في مكان غير مثالي نهايتها جدا جدا سعيدة وانهايتها صراحة تستاهلها تيلي جاكسن تيلي جاكسن كونت لها عائلة وتزوجت من رجل ذو اخلاق عالية وانجبت طفل جميل جدا تستاهل تيلي جاكسن مستر بيرسن مستر بيرسن صراحة شخصية لها ايجابيات وسلبيات لكن ايجابياته اكثر فمستر بيرسن اشترى له محل جديد في مدينة رودز وصار يبيع فيه ووضعه طبيعي جدا وعايش حياته طبيعيا بعيدا عن الاجرام وحياة الاجرام فنهاية مستر بيرسن نهاية سعيدة ماري بيث ماري بيث شخصية بقلب كبير جدا وشخصية طيبة الكل يحبها وهي تحب الكل ماري سابقا في العصابة كانت مهتمة بالكتابة بعد انتهاء العصابة ها هي ماري بيث واحدة من اكبر الكتاب في امريكا فنهاية ماري بيث نهاية سعيدة جدا مايكا بيل مايكا بيل عاد ما يحتاج نتكلم عنه تكلمنا عنه كثير وكلنا يعرف اوصاف وصفاته وطبعه انا راح اوصفه بكلمة واحدة اللي هي هاشتاغ حنش نهاية مايكا كانت نهاية شنيعة جدا وزي ما شفنا يعني دوتش وجون ما قصروا فيه وداعس وداعس فنهاية مايكا كانت الموت الشنيع ليني شاب مكافح مرح وعقل مدبر وشاب طموح للأسف نهاية ليني كانت الموت في مهمة بنك سان دينيس وصراحة هذه انا اكثر شخصية زعلت على موتها صراحة الليني كان ممكن يكون شي كبير جدا لكن للأسف نهايته كانت الموت ريفريند ريفريند شخص كان يبحث عن مصلحة العصابة وافراد العصابة لكن افعال دوتش كانت كفيلة بانه يهرب ويترك العصابة بعد توتر العلاقات فريفريند هرب من العصابة وتركها وبدأ حياء جديد سوزن كريمشو شخصية قوية وشخصية قيادية وشخصية قادرة على ادارة اي عمل يعطى لها لكن للأسف نهايتها كانت الموت على يد مايكا ومايكا قتلها بدم بارد وبدون اي ردة فعل من الجميع خوسية الأب للكل المسؤول المحنك المثقف والقائد الفعلي شخصية خوسية من اقوى الشخصيات في اللعبة لكن للأسف خوسية يموت في مهمة بنكة سان دينيس عن طريق ايجنت ميلتن صراحة شخصية خوسية شخصية جدا جدا قوية وأبدا ما تستاهل الموت بهذه الطريقة لكن للأسف جون وجاك وابيغيل وأنكل شخصيات جيدة ومهمة جون وجاك وابيغيل نجوا من العصابة ومعمعة العصابة واللخبطة اللي صارت في النهاية وبدوا حياة جديدة وحصلوا على منزل ومزرعة جميلة جدا لاحقا أنكل الأسطورة ينظم لهم ويساعدهم في هذه المزرعة وفي هذا البيت وهذه هي نهاية جون وجاك وابيغيل السعيدة في الجزء الثاني المترجمات اشتركوا في القناة في الجزء الاول جون يقتل من قبل ايجينت روس وايضا انكل يقتل في نفس الحادثة وابيغيل تموت طبيعيا وجاكي يبدأ حياة جديدة ويستمر ويمشي على خطى اباه مولي اوشي مولي اوشي شخصيا نهايتها كان الموت للأسف وقتلت على يد سوزن كريمشو مولي اتت للعصابة لدتش تحديدا وقالت له انه علمت ايجينت ميلتن على جميع مخططات العصابة ومخططات دتش والسبب كان انه دتش لم يعد يهتم بها لذلك جات ميس كريمشو وقتلتها ليتضح لنا لاحقا بانه مولي اوشي لم تخبر ايجينت ميلتن اي شيء بل مايكا فعل لذلك مولي اوشي شخصية قتلت بسبب تافه جدا شين شين شخصية تنحب بسرعة وطريقة كلامه صراحة جدا جدا اسطورية انا اعتبرها واحد من افضل الشخصيات في اللعبة لكن للاصف شين مصيره الموت وموتته وطريقة موتته صراحة كانت جدا جدا محزنة وصراحة انا احزنت عليه كثير 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 فللاصف شين مصيره الموت كيرين شخصية كيرين شخصية اختفت بالكامل ولم يعد لها اثر واختفت جميع معلوماتها اخر ظهور لها كان في المخيم اللي في المستنقع وبعد ذلك اختفت بشكل كامل وما عاد احد صار يذكرها فصراحة هذه الشخصية امرها غريب ويبغى لها بحث اكثر عشان نشوف ايش صار لها فاذا تبقونا نبحث عنها اكتبونا في خانة التعليقات تشارلز سميث تشارلز سميث اسطورة الاساطير محزم العصابة مخلص في العمل تشارلز سميث ذهب لكندا وبدأ حياة جديدة صراحة تشارلز سميث يستحق الحياة الجديدة ويستاهل كل شيء حصل له بعد العصابة فتشارلز سميث ينجو ليو بولد المحاسب ليو بولد تم طرده من العصابة من قبل ارثر مورغين بسبب انه ارثر عرف انه ليو بولد كان يعطي المساكين اموال ثم بعد ذلك يطلب منهم الضعف فلذلك ليو بولد تم طرده من العصابة من قبل ارثر مورغين ويقال ايضا انه ليو بولد بعدما ترك العصابة تم القبض عليه من البنكرتن وتم تصفيته لذلك نقدر نقول ليو بولد كان نهايته الموت سيدي ادلر سيدي ادلر صراحة شخصيتها يعجز الكلام عن وصفة شخصية جدا جدا اسطورية سيدي ادلر ذهبت لامريكا الجنوبية وبدأت حياة جديدة يعني احنا ما نجد صراحة تفاصيل اكثر عنها هل راحت الامريكا الجنوبية كباونتي هنتر او صاعدة جوائز او منها بدأت حياة جديدة جدا بعيدة عن الاجرام لكن اللي نعرف عن سيدي انها فعلا ذهبت لامريكا الجنوبية صراحة سيدي ادلر تستاهل النجاة لانها مرت بتجارب جدا جدا قاسية بيل ويليمسن وخافيير سكويلة شخصية بيل وشخصية خافيير صراحة شخصيات جدا جدا جيدة وشخصيات رهيبة في الجزء الثاني ذهبوا مع دوتش وانقطعت اخبارهم بعد ذلك لكن في الجزء الاول جون مورستين يقتل خافيير سكويلة وايضا يقتل بيل ويليمسن فبيل ويليمسن وخافيير سكويلة كان نهايتهم الموت دوتش القائد الثائر المفكر وصاحب الافكار الجهنمية اخر ظهور لدوتش في الجزء الثاني كان لما يقتل مايكا شكرا 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 كان عندما تستيقفهم انهم يتoncéش فيه اخر غير شكرا 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 جدا إنهم وفي الجزء الأول دوتش ينتحر لذلك دوتش كان نهايته الموت أرثر مورغين الأسطورة المخلدة أفضل شخصية في تاريخ الجايمينج أسطورتنا الحكيم للأسف أرثر مورغين مصيره الموت وكان سبب الموت للأسف مرض السل زي ما تعرفون لذلك وللأسف 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 أرثر مورغين نهايته الموت ترجمة نانسي قنقر طيب كذا يكون أعطيناكم جميع نهايات أفراد العصابة منهم من مات بشكل طبيعي منهم من مات بشكل سيء منهم من قتل منهم من انتحر منهم من هاجر وبدأ حياة جديدة يعني نهايات العصابة مختلفة جدا منها الطيب ومنها السيء طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة